السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية بفيديو اليوم ان شاء الله رح نتكلم عن طريقة الربح من داخل محفظة روستوالت او طريقة استثمار العملات استثمار امن وسليم مليون في المية بها مش ربح مقبول الى جيد نوعا ما طبعا عزيزي المتابع طبعا لحتى تقدر تربح من محفظة روستوالت لازم يكون عندك رصيد طبعا الاستثمار مش متاح لكل العملات لكن هو متاح حاليا لعملة الترون وبعض العملات يعني عددها فردي يجاوز 3 عملات او 4 عملات ورح يتم ادراج عملات جديدة ان شاء الله طبعا بداية انا مثلا بنعرف محفظة روست قائمة على عملة الترون او TRX انا وجود عندي 52 قطعة طبعا كان ما هي اكتر من هيك بس قمت ببيعهم انا نلاحظين اذا منلاحظ سجل التحويلات عندي زاد 157 قطعتين 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 ونص 115 قطعة اضاف الى البيع الكمبيوتوس 16 قطعة 15 قطعة الى اخره المهم بالنهاية بقي عندي 52 قطعة فاصل اربعة طبعا عزيزي المتابع بطريقة الاستثمار موجود عندك زر او خيار اسمه حصة حصة او اذا كان عندك المحفظة باللغة الانجليزية رح يكون مكتوب استيكينج اذا بترجم عبارة استيكينج رح يطلع معك كلمة معناها تجميد طبعا مفهوم استيكينج او التجميد هو انك انت تقوم ب على شبه الوديعة الوديعة المصرفية تقوم بايداع المبلغ اللي انت تريده من رصيدك في عملة الترون لمحفظة التروست وانت ممنوع من تصرف من العملات لمدة 3 ايام رح يصير عليك حظر من ارسال الرصيد المجمد لمدة 3 ايام وبعدها رح يعطوك فائدة سنوية طبعا مصنون ملاحظين انا الي حوالي الاسبوع سويت تجميد لـ 52 قطعة المكافأة كانت عندي 0.13 فمثل ملاحظين اللي قمت بتجميدها هي 52.35 قطعة والمكافأة كانت 0.13 طبعا عزيز المتابعة لان نعرف نحن انت لازم يكون عندك رصيد بشكل دائم في مفزة التروست عشان تقدر ترسل بعض انواع العملات اللي تحتاج الى رصيد تيركس او ترون فانت مش فارق معك لو قمت بتجميد هالعملات او عدم تجميدها لكن اذا انت قم بتجميد هالعملات راح تحصل على الربح هو الرصيد الاصلي راح يبقى عندك على محفظتك على مدار السنة فمش خسرا ابدا انت لو جمدت هذا الرصيد راح يتم فقط قلنا فترة الحظر بتكون فقط 3 ايام انت انت تنتظر 3 ايام فيه بعد 3 ايام بكل بساطة تكسر الوديعة وترجع ترسل وترجع تجمد بالرساني وهكذا طبعا كل ما عليك والضغط على عبارة حصة او ستيكينج باللغة الانجليزية تنتظر لحد ما تفتح المعاملة او النافذة طبعا بعد دخول لقسم الحصة او التجميد طبعا اني راح يطلع عندي هاي النافذة لان انا قمت بي او عندي وديعة موجودة حاليا في المحفظة فراح يقول لي ان الحصة اللي قم بتجميدها هي 52 قطعة لحد لدينا التجميد هو واحد قطعة الربح السنوي هو 5.06 حظر الوقت اوقف الوقت هو 3 ايام طبعا اما انت عندك لما تضغط راح تضغط العبارة راح يطلع عندك فورا بشكل تلقائي عبارة الحصة او قسم الحصة هذا راح تختار مثلا اه تكتب مثلا لو معك 100 قطعة تكتب مثلا 100 قطعة او 50 او 20 او 10 انت حر او بامكانك ضغط العبارة الاقصى راح يتم وضع كافة الرصيد عندك بعدها تضغط استمر وراح يتم تجميد عملاتك طبعا اما هي عبارة المدقق طبعا انت مش فرقاني عليك من من راح يدقق اه موجود اه عدد مدقيقين هي تقريبا كلهم نفس النسبي يعني اما تزالت الغالة الحصة وكل ملك هو انك تضغط على الغالة الحصة وراح يتم فك الفك الوديعة اما مطالب المكافآت انا كنت تجمع المكافآت اه خاصة بك فمصلا ملاحظين عزيزي متابعين راح يعطيك القدي ارباحك وبمكنك ضغط العبارة تاكيد حتى تتجمع الارباحك انا مش راح يجمعهم لانهم بصراحة مش مستاهلين اه طبعا عزيزي متابع ممكن بحض الاشخاص يقول لهم اقول انه خمسة خمسة في المية ارباح اه طبعا عزيزي متابع لا تنسى امر انك انت عم تستمر مع منصة من اشهر المنصات او من اشهر المحفظات في العالم يعني مستحيل ابدا انها تنصب عليك بعكس باقي المواقع اللي احنا نعرفها كلنا ان هي ممكن بعد يوم يومين اسبوع اسبوعين تنصب عليك وتاخد منك كامل الرصيد طبعا احنا ننصح جميع الناس ان هي تشتري من عملية ترون وتخزن عملية ترون وتصويلها تجميد لعملة ترون ان سعرها بتزايد مستمر وفي ارتفاع مستمر وطبعا عزيزي متابع ممكن احنا نرجع نذكر انفسنا بعد اشهر قليلة او بعد سنة او بعد سنتين او بعد سلاسة ازا بقينا اه على قيد الحياة ان شاء الله وان رح توصل عملة الترون عملة الترون حاليا صفر فاصل صفر ستة ان شاء الله رح نشوف العملة في مكان اعلى من من هذا المكان اما بالنسبة لبقية الاماكن اعفرنا لبقية العملات اللي ما احنا ممكن نستثمر فيها او نسوي فيها تجميد والي هي عملة الصفراء اه اني مش فقط ال الاساسية او الاصلية نفس الشيء بمكانك تسوي حصة يدي يكون معك رصيد من عملة تسوي استثمار مثل ما حكينا بخصوص عملة الترون طبعا حاليا فقط هدول العملتين اللي موجود فيهون استثمار او بالاحرى اللي لقيتهم انا ممكن يكون فيه عملة ثانية او عملة ثالثة غير هاي عملات لكن على ما اعتقد فقط هاي العملتين اه وحسب بعض التسريبات انه رح يتم مضافة عملات شديدة مثل عملة الاسريوم مثل عملات اه غيرها اه فيها امكانية التجميد او الاساس مار طبعا عزائي المتابعين هذا هو كان فيديو اليوم ما تنسونا بلايك الفيديو اشتراك في القناة لاحظة يصلكم كل جديدنا ايضا ما تنسوا اشتراك في قناة التقنية على التليجرام قناتنا المختصة بالرحمة انترنت ايضا على التليجرام رابط كلها موجودة في الوصف كماكم اخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية بامان الله اشتركوا في القناة